موسيقى موسيقى هياكم الله في بودكاست قبل العصر ودائما مواضيع أنه في مجالات مختلفة لكن بالتأكيد بوجود المختصين نتعرف أكثر على هذا الجانب بحيث أنه فعلا نأخذ الفايدة في أي موضوع نتكلم عنه مرحبا السمي مرحبا فيك مرحبا فيك مرحبا فيك كيف هو وعيك الصحي تجاه صحتك أرى أنا من الناس التي التوعية الطبية زادت معي على الوعي المجتمعي الذي حدث في أخر فترة بصراحة تقصد كورونا بعد كورونا؟ كورونا وهم لو تلاحظ قبل كورونا الذي حدث فيه أكثر وعي أنك أنت مثلا لازم تمارس رياضة أكثر وعي أنك أنت لازم تفحص شامل سنوي فأنا مع هالناس في البداية يمكن ما كنا نشوف هذه الأمور بهذه الطريقة بس بعدها صار عندي يعني تغيير كامل بأن نمط الحياة مو بس يعتمد على الرياضة والأكل هم الجانب أنك أنت تفحص شامل تشوف إذا مثلا في جانب وراثي في العائلة فتفحص تتأكد فصرت يعني بشكل سنوي يعني بشكل دوري والمحتوى الذي يديد في السوشال ميديا أو التوجه لصناع المحتوى صار فيه حتى أصحاب اختصاص ديكاترا يسعون أنهم يوعون الناس أكثر وكثر في السوشال ميديا حيث أن السوشال ميديا هي الآن أكثر محتوى يوصل حق الكل وبسهولة وصولها لك كون أنك تستهلكها من طريق تليفونك تأخذ معلومات من السوشال ميديا يعني فيه ديكاترا مثلا معينين تهتم منك تتابعهم تأخذ منهم معلومات أو بشكل عام اللي يكون جدامك ممكن تسمع شوفوا هو حلو تواجدهم بالسوشال ميديا وكثرة المعلومات لكن الواحد لازم يكون حريص يعني أنت ما تختار أي معلومة وتصدقها على طول صح على الأقل إذا لفتت انتباهك معلومة على الأقل تكمل تروح تبحث فيها زيادة تروح تراجع تسهل فيها أهل اختصاص زيادة على الأقل هو يعني سوى فيك خير أنه وعاك بهذه الخصلة إن كان مثلا موضوع السمنة أو غيرها بالضبط يعني أنا شوف اليوم ديكاترا يزاهم الله خير قاعد يبذلون مجهود في وسائل التواصل الاجتماعي بحيث أنك أنت تأخذ المعلومة منهم يمكن حتى أوكي هي معلومة ممكن تكون عامة أو باختصاص معين بس اتأهلك حتى أن أنت ممكن تأخذ فكرة عن أحد من أهلك لا سمح الله أحد من الأسرة يكون مثلا عنده هذا المرض عنده هذه الأعراض أنت توعي صح وأنا يمكن أن تستغرب ولكن أنا حتى في السوشيال ميديا في ديكاترا بعثاً معينين أمين لهم في طريقة نقل المعلومة أكثر من ديكاترا ثانيين ويعني من الصدف أن الدكتور اليوم رح نستضيفه فأنا متابعة أساساً فهذا يدل يدل أنه اليوم شوف شلون الدكتور صار عنده لازم يكون عنده بعد مهارة شلون ممكن ينقل المعلومة صحي عبر الميديا أنها لا تكون ثقيلة يعني هي معلومة طبية صح يريد أن يخرعك بضباب أنه ممكن أن يكون فيك بلا أو شي فالمفروض لا يخرعك فالمفروض ينقلها بطريقة سهلة أو ليس سهلة بأن يستسهل المعلومة لكن أقصد بطريقة المتلقي غير مختصة ممكن يعني يستوعبها يستوعبها صحي صحي بجانب الدكاتورة يوجد المحفزين على الرياضة بشكل عام وأهمية أنت تكون بنمط حياة صحي شامل وبنفس الوقت أنت على أن تكون حياتك صحية من ناحية الرياضة و من ناحية الأكل ما يمنع أن تقوم بالفحوصات الدورية من باب أن تذهب الدوة قبل الفلعة مثل ما نقول إحنا عندنا بالكويت عشان شذي ضيفنا روح يكون الدكتور خالد الجناعي استشاري أمراض باطنية و غدد صماء وسكري وأمين سر رابطة السكر الكويتية بعد الفاصل حياك الله دكتور خالد معنا في بودكاست قبل عصر دكتور أنت ما شاء الله ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي وما أخذها على عاتقك أن تنبه الناس وتوعيهم بدون لا يكون الأمر مطلوب منك ممكن الأخلغيات المهنة تطلب منك ولكن أن يكون مثلا هيئة أو توجه يخليك أنك توعي الناس لا موجود أبي أسأل منك أو أوفى منك من المسؤول على التوعية؟ توعية الناس على أن تكون عندهم حياة صحية بعيدة عن الأمراض توعية صحية قصدك بشكل عام بشكل عام في بداية أو شيء قواكم الله ويعطيكم العافية على هذه الاستضافة التوعية الصحية هي مهمة كل واحد يعني ليس مهمة الطبيب ولا مهمة المنظمات الصحية هي توعية صحية مهمة كل واحد فينا تبتدين من البيت من الأسرة إلى المدرسة إلى الطاقم الطبي إلى المجتمع الكبرى فالتوعية الصحية طبعا تقع على عاتق الجميع مسؤوليتنا كلنا طبعا الجانب الطبي أو المنظمات الصحية هم الأساس في هذا الشيء في توجيه التوعيات الصحية بس هي مهمة الجميع الآن إذا أعرف أنا مثلا شنو الفحوصات اللي لازم أخذها نسمع لازم تسوي تشكب دوري فحوصات دورية وكمية الفحوصات كثيرة شنو المفروض أنا أتوجه لها أو شنو الفحوصات اللي ممكن أخذها اللي تريحني على الأقل أني أكون أنا بالسايف سايد تمام هو ما فيه بشكل عام زين إحنا الفحوصات الدورية اللي نسويها وروتينية تختلف على حسب الشخص نفسه على حسب الفعل العمرية وعلى حسب إذا الشخص عنده أمراض معينة أو لا أنا أتكلم عن شخص سليم لا أتكلم عن ناس عندهم أمراض معينة إذا الشخص سليم يدخل في مرحلة البلوغ أو يوصل عمره 18 ففيه فحوصات دورية حق أمراض معينة مثل عندك ضغط الدم السكر الكولسترول تحاليل الدم العادية هذه لازم تسوي بشكل روتيني وتنعاد همّا بشكل روتيني كل سنتين إلى خمس سنوات طبعا على حسب الفعل العمرية طبعا في أمراض معينة لا يعني نحتاج أن نسوي لهم فحوصات دورية وتحاليل أكثر دقة في هذا المجال طبعا ما نبي نفتح الموضوع أن الواحد يسوي تحاليل عشوائية يعني التحاليل الروتينية نتكلم عنها تحاليل معينة مو كل التحاليل الدم دكتور اليوم أهمية التاريخ اللي لازم نوثقه كتاريخ العائلة إذا كان في أمراض أو أي شيء من الفرد وكتار أو كطبيب عائلة حتى يجب أن يكون عارف هذا الشيء هل هذا مهم؟ لأنه توقع عائد ناس لا تركز عليه طبعا هذا من أهم الشغلات في المجال الطبي توثيق التاريخ المرضي للمريض تمام سواء من جانب المريض نفسه أو من جانب الطاقم الطبية لازم يكون عنده القدرة في توثيق البيانات الطبية للمريض وطبعا وتكون سهولة الوصول إليها إذا كان المريض طبعا راح في منطقة فلانية أو مستشفى الفلاني سهولة الوصول إليها نفس الشيء المريض يجب أن يكون عنده دراية وعلم في تاريخ العائلي خصوصا لأمراض معينة أن تفيد نوايد في التشخيص والعلاج إذا المريض يانب أعراض أو أن شخصنا بحالة معينة هذه الأمور توفر علينا نوايد من الجهد من الوقت من صحة المريض كذلك ومن تقديم رعاية طبية أفضل حق المريض تمام فتوثيق البيانات الطبية مهم من جانبين من جانب الطبية ومن جانب مريض نفسها ممتاز حتى أحمد قبل شيء كنت أتكلم في المقدمة ما كثير مهم الشخص يجب أن يكون عارف إذا هناك أمراض ورافية فهذا توقع لتساعد الدكتور إذا كان لدي المعلومة صح طبعا تساعدنا ولكن للأسف في بعض العوائل عندهم ثقافة أنهم لا يحبون أن يشاركون مشاكلهم الصحية مع أهلهم تمام في بعض المرضيون العيادة عندما أسأله هل هناك أحد في العائلة يعني لا يقول لي ما أدري ما يتكلمون ما أدري طبعا مهم جدا أن الأمراض خصوصا أمراض نادرة لازم كل يدري عنها خصوصا بالعائلة لأنها ممكن تكون وراثية جميل جدا هناك مقولة نسمع حوايد وأتوقع تعارض المجال الطبي ودي رايك فيها التي يقول لك أسأل مجرب ولا تسأل طبيب الواحد صار ما يأخذ بكلام الطبيب ويأخذ بكلام مثلا واحد ويأخذ بدوانية أو معلومة مثلا سمعها في الدوام أو مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي أنا لا أدري من أن أقول هذه المعلومة لكن أحد لا يوجد أسأل بالنهاية الطبيب هو يستند على مجموعة تجارب ليس مجرب واحد تمام مجموعة تجارب عندما نتكلم تكلم عن بناء على توصيات والتوصيات بناء على دراسات الناس لا تفهم هذا الكلام بس هذا الواقع تمام ولما نقول دراسات هي مجموعة تجارب لكن محكومة مدروسة عدل فلا طبعا يعني أكيد أسأل الطبيب ولا أسأل مجرب الطبيب هو مجرب أكثر من المجرب نعم في ناس تلقى يمكن هدفهم فعلا أن يساعدونك بس أنا دائما أقول اللي بيعطي نصيحة زينة يعني يقول لك روح الطبيب هذا النصيحة زينة يعني الواحد إذا بيخدمك يقول لك لو تقول لهم صدق أنا عندي أفضل يقول لك روح الطبيب ولا يقول لك مثلا اشرب ماء زيادة ولا خذلك ماء دولة وما فيك للعافية لأنه لا تدري يمكن يكون في شيء ثاني صح للأسف هناك ناس يحاولون يفيدونك غرض نيتهم يفيدونك لكن لا يدرونهم ممكن يضرونك مغير لا يقصدونك بظهر وأتوقع أحمد من محيطنا صور أصدقائنا أي شخص تجد لو تعطي أي مثلا أعراض معينة فيك يقول لك ترى فلان أعرفه وصار معاه نفس الشيء وخذها الشغلة وخذها وممكن شيء طبيعي يقول لك خذهم وصار زين وانت تقعد سبوع وسبوعين على هذا الموضوع هذا وما أجد إذا صارت وياك أو في موقف تشخيص السريع هذا هذا مصيبة يحاول يفيدك مثل ما أنتو ذكرتو أنت الحين دكتور في المستوى الشخصي ما شاء الله قاعد تتوعي الناس بالسوشال ميديا شنو ردة الفعل قاعد تشوف هل قاعد تشوف فيه وعي قاعد يزيد ولا مثلا على حسب الكومنتات اللي قاعد توصل لك أن الناس تحتاج وعي أكثر وكثر في هذا المجال هو توعية صحية لازم واحد يستثمر فيها طول الوقت يعني ما في وقت راح يين نقول خلاص وعينك فاي راح نوقف تمام وما بيتكلم عن المستوى الشخصي أنا جزء من هذه التوعية الصحية يعني وحنا بشكل عام بالوقت اللي احنا فيها الحين التوعية وايد أفضل من السابق وانا جزء من هذا التوعية هل أني قاعد ترى فيه فرق فيه فرق فيه فرق كبير لما تتكلم من عشر سنين وراء إلى الحين وليش هذا الفرق موجود بسبب طبعا قنوات التواصل الاجتماعي سهولة وصول المعلومة ظهور المؤثرين الطبيين بشكل أكبر على الساحة هذا كله يساعد أنه يخلي الوعي الصحي يصير أفضل عندنا تمام لكن يعني بالجانب الآخر يعني أقلية ممكن خذوا هذا الوعي الصحي يعني إلى الأكسريم أو إلى حدود أنه خلاص أنا صار طبيب فما أحتاج إلى أحد ثاني وهذه المشكلة تصير لما الواحد يكون عنده نص المعلومة لا يوجد المعلومة كاملة فممكن يضر نفسها أو يضر الحول بالخطأ لكن يعني بشكل عام الوعي الصحي أشوفه أحسن من السابق بوايد مراحل هذا دور اليوم اللي كنا نتكلم عنه دور الدكتور بأن ينقل المعلومة بطريقة يفهمها المتلقي ما تكون وائد علمية كثيرا ما تكون وائد واضحة والتحاليل ذكرتنا اليوم فيه تحاليل ممكن تسويها بشكل دوري نسمع بعد عن تحاليل ثانية اللي هو تحليل مثلا بعض الأمور اللي ممكن تحصل أمراض معينة يقول لك هذه لازم تسويها مثلا سنويا وفيه ناس تقول كل ستة شهر هي فعليا ما كثر لازم تكون مدتها هو على حسب المشكلة الصحية عند المريض إذا هو ما عنده مشكلة بس لازم يعني مثلا أنا سويه سنويا السنويا إذا أنت كنت تكلم عن تحليل السكر تجسسي تحليل الكولسترول تحليل الدم العادي على حسب فئتك العمرية إذا واحد صغير بالعمر عنضى 18 سنة فكل خمس سنوات يمكن يسوي التحاليل هذه لكن كل ما يكبر في العمر يتجاوز عمره الـ 24 فتصير كل سنتين فأحنا بشكل عام نقول كل سنتين يسوي التحاليل إذا ما عنده مشاكل صحية ساعات لا يكون مريض ما عنده مشاكل صحية لكن هو يصنف في قطورة عالية ممكن تصير عندها مشكلة صحية بسبب مثلا تاريخ العائلي فهذا ممكن قلنهم ستة شهر سنة فيختلف صح بشكل عام من سنتين إلى خمس سنوات للعامة جميل جدا تزامنا مع الوعي الذي يحدث في السوشال ميديا يمشي أيضا نقول تشتيت أو إشاعات طبية ممكن نتودي الواحد ورى شمس ومن ضمنها مثلا أيام الكورونا شفنا أن في ناس في توجه صار ناس مع التطعيم ناس ضد التطعيم أريد أن أخذ رأيك بالتطعيمات بشكل عام ماذا أهمية هذه التطعيمات تطعيمات بشكل عام أكيد هي مهمة وهي أحد وسائل الوقاية واحد من وسائل الوقاية من الأمراض هي التطعيمات تمام والتطعيمات بشكل عام نحن نتكلم عن قبل كورونا قضت على الحصبة الألمانية في الجدري طبعا جدري القديم مو جدري الحالي هذه أمراض ما قمنا نسمع فيها مو موجودة تلاشة الجدري انتهت تمام ففي أمراض انتهت وكانت تفتك بوايد من الناس الكوليرا وايد أشياء وايد أشياء لها يعني الأمراض التي كانت تشركها وبيعها فالتطعيمات والتي طبعا ما زالت موجودة هذه التطعيمات سمساعدة على أن خلي الأعداد فهي مهمة وتشمل من ضمن الوقاية طبعا واحد من أساليب الوقاية هي التطعيمات ممتاز سنستمر بهذا الموضوع لكن هذا الفاصل وراجع من بعدها وايد اليوم مننا يعاني من تعب وإرهاق وخمول وغيرها وما يدرون ما اسبابها تعب هل هو تعب عادي أن تعب فعلا يعاني من مرض وعادي مهم من الإنسان يبحث نفسه كل 6 شهر عشان نفسه وصحته تعالوا خلس مع الناس كم مرة تروحي تسوي الفحوصات عند الدكتور ما مرة كثير بس أني أروح أسوم فحوصات هل تحتفظ بهذه الفحوصات سواء فحوصات أو أشعر إذا أرائق ما أحتفظ فيهم بس برنامج سهل أحتفظ فيهم يكونوا موجود عندي من تايفون فأدلش فرطة على عمل كلفة فرطة كم مرة كثير تسوي فحوصات دورية والله مانتا نادرة أسوي فحوصات دورية سويت واحد قبل ثلاث شهر ومن ذاك الوقت مانتا ما ردي تسويت تهتم بأنك تحتفظ بنسخة نعم لازم اهتم بنسخة عشان فحوصات الجاية يبين مع الدكتور ما رش اللي هو باين يعني عنده في شيء تحسن في شيء أسوأ أو حاجة لا سمح الله فأكيد المستشفى بيكون عندهم محل مو تنسون روحكم وكل ستشهر حاولوا تكون على نفسكم ترى أهم شيء الصحة نشكر زميلتنا على هذا الاستطلاع دكتور شرائك في ردود الناس الشريحة البسيطة اللي غطيناها هل تشوف الوعي ممتاز يعني الشريحة صغيرة حيل بس يعني انه فيه نسبة من الوعي يعني فيه نسبة من الوعي عارفين نشير لهم شل عليهم وانه فيه تحاليل دورية ممكن يساوونها ولازم يساوونها بين فترة والثانية صحيح دكتور مالش لا لا المعي تفضل لا فعلك دكتور كان نقطة مهمة وقت الاستطلاع ان الصغار ما لا داعي يساوون فحص دوري يعني إلا فحوصات دورية وروتينية حق أعمار معينة فما لا داعي يروح يصغير وقزز فيها الأبوار مسكين سمام فالفحوصات الدورية يعني حق يعني مراهقين أو من بعد سنة مراهقة من عمر 18 سنة الصغار بس إذا كانوا يشتكون من أعراض معينة أو مستمرضين واحد يسأل امتحار لغير ما لا داعي جميل حين نحن من الأشياء التي نعاني منها في الكويت أو نقول من متصدرين فيها في الشارت العالمي التي السمنة صح عندك و ما أدري يا دكتور شبرايك شنو السبب الرئيسي الذي خلانا نتصدر بالسمنة والسكر والله احنا طبعا السمنة عندنا في الكويت أو نسبة السمنة والوزن الزايد في الكويت أعلى من 50% حسب أرقام منظمات العالمية أكثر من نصف الشعب طبعا ما نقول سمنة سمنة أو وزن زايد هنا يكون وزنه فوق المعدل الطبيعي لهذا السبب هما نلقى موضوع هما نسبة السكر نسبة كبيرة تتجاوز حتى 30% نتكلم عن حالات مشخصة وفي حالات غير مشخصة يعني في حالات عندهم سكر أو قابلية سكر بس هم ما يدرون فالسبب الرئيسي طبعا نمط الحياة لعايشين تمام قلة الحركة نوعية الأكل اللي يستهلكونها بشكل يومي طبعا في أمور ثانية مثل التدخين ومارسة رياض قلة مارسة رياض هذه كلها أمور تنعكس على الجانب الصحي فتأدي إلى زيادة من موضوع السمنة وكذلك موضوع السكر تأييدا لكلامك دكتور نحن نلاحظ أن أغلب يعانون من السمنة يتجه ناحية أن الحلول السريعة نقول لنزول الوزن من ضمنها مثلا عمليات قص المعدة مثلا أو ممكن يأخذ لشغلات وهمية حبوب وغيرات وهمة أنه ممكن أن يوصل لها النتيجة وبعد ما يوصل لها النتيجة تأييدا لكلامك دكتور أن النمط الحياة مالك هو المسؤول عن هذا الموضوع يرجع ينتكس الحل ليس في العمليات السريعة أو الحل السريع الحل في أنك تغير في نمط حياتك في أنواع ثانية لحين نطلع للدكتور أو علاجات ثانية للسكر والسمنة بنفس الوقت اللي هي أبر نزول الوزن ما رأيك فيه هذه الأبر أول شيء أنا بس بعارضك على نقطة واحدة عمليات السمنة والعلاجات الدوائية لموضوع السمنة تمام هي أحد الحلول يعني ما ننكر أحد حلول السمنة طبعا نمط الحياة والرياضة والأمور هذا هلية الأساس وليس تلجع حق واحدة أو تترك الثاني لا أهم الأساس يعني أهم الأساس مو أني أنا ألجع حق واحدة تترك الثاني أهم الأساس ومعاهم أصير العلاجات السمنة علاجات السمنة مل لكل يعني ما يواحد 기원이 يقول أنا أضعف بهذا فساعدني أضعحي تكميم أو أنه أضعحي علاج دوائي عساس أنه أضعف بسرعة لا بس في أوزان معينة تكون عالية حيل المريض عنده أمراض مزمنة مع الأوزان أو بسبب الأوزان العالية حيل هذولة لازم نلجأ إلى طرق العلاجية بالإضافة طبعا إلى تهيير نمط الحياة والرياضة وفي فرق ما بين أن أنا أعطي المريض علاج للسمنة وأعطيه علاج لنزول الوزن شن الفرق ما بينهم علاج السمنة أن أنا أنزل وزنه وأحافظ على هذا النزول أما علاج نزول وزن نزول وزن مؤقت ينزل وزن يرجع يصعد مرة ثانية طبعا علاجات السمنة المتوفرة حاليا الموجودة عمليات التكميم هي رغم واحد حق الأوزان العالية ورغم اثنين تي العلاجات الدوائية أو الأبر نزول الوزن تمام؟ اللي بدأت تنتشر بشكل أكبر الفترة الأخيرة للأسف طبعا في الوقت الحالي الكل صار موضوع حبة يعني أبنزل تشم كيلو يختصر الطريج وهو ما فيه اختصار حق الطريج يعني نرجع نقول الرياضة والتغذية هم الأساس ومعاهم تصير علاجات دوائية إذا حتاج المريض إذا حتاج مو أي مريض يأخذ إذا وصل لحد معين اللي لابد من افتدخل فأنت لما تأخذ بشكل عشوائي تروح طقلك إبرة ويلا خنزلي تشم كيلو أنت قعد تدمر كتلة العضلية عندك قعد تعافس المعدل الحرق اللي في الجسم فراح يصعد الوزن مرة ثانية بعد ما تتركهم وراح يكون فيه أصعب يعني تواجه صعوبة أكبر في أنك تنزل الوزن تالي تمام فيه عراض عراض سلبية جانبية جانبية من فيه عراض جانبية وفيه مضاعفات العراض جانبية أنه عراض يمر على المريض ويروح طبعا العراض الجانبية ما نتقبل نزول الوزن المعروفة اللوع الغثيان امساك اسهال صداء دوخة هذه العراض الجانبية وفيه المضاعفات مثلا التهاب المرارة بشكل واحد بالمئة تقريبا من المرضى وبشكل نادر حيل ممكن التهاب المكرياس ومو أي مريض ممكن يستخدم هذا الأبر يعني فيه ناس ما يصير نعطيهم الأبر واحدة حامل واحدة ترضى ترضى واحد عنده تاريخ حائلي بأورام نادرة بالغدة الدراقية أورام غير حميدة هذول ما يصلح لا يأخذون تمام الأبر بس نرجع نقول الأبر مو حك الوزن ومو حك المريض هي تسوقت دكتور فالناس قامت تظن تقدر يأخذها وأخيرا لقائنا حال سهل لكنه يجب أن تكون طريق توعية وترجع حق الدكتور وتتأكد يعني نحن ناس يقول من الآخر دكتور أنا لا أحب الرياضة وأبي أحب أبي أنزل وزن وزن ويساعدك في هذا الموضوع أساعدك في أن تنزل وزن بشكل صح وليس بشكل خطأ فاستخدامها بطريقة غير منطقية وغير صحيحة ممكن تعطيك نتاج عكسية وزين اليوم على السمنة نحن عندنا وعي المفروض أن هناك توعية وفي ناس قامت تحاملات للرياضة ونزول وزن لكن للحين نحن متصدرين نسبة السمنة هل المشكلة جزء منها الأهل في طريقة تأسيس عيالهم في نمط حياة الأكل والأمور هذه والله بكل شيء بكل شيء موضوع السمنة بكل شيء تحيي مثلا على سبيل المثال تطلع من البيت هل جدام بيتك فيه مساحة لو صغيرة تقدر تمشي فيها لا يوجد حتى المناطق السكنية ليس مهيئة أصلا أنك تمشي تقدر تمشي بين البيوت تمشي لازم تبدأ لك بالشارع وترد تصعد الرصيف وترد تصعد الرصيف صح فيه ممشا حاطي لك لكن واحد ساعات يعني ما أقولك تكيس اللي تعيز يروح الممشا الفلان أو على مسافة من بيته فإحنا البنية التحتية حق المناطق السكنية أساسا ما تشجع على موضوع حتى الحركة ورياضة نيش شغلة ثانية طبعا همنا جونا الحار همنا نخلي الواحد هذا يعني ما يبيط يعني إيلي مريض أقول لماذا لا تتحرك تسوي رياضة ولا حار وبالشتاء ولا برد نحكر بسبوعين ثلاثة بس بالسنة يقدر يزوي فيها رياضة أو يمشي فيها وطبعا طبعا موضوع الأكل يعني الأكل نوعية الأكل ومصانع التغذية الموجودة حاليا ما بيقول نص الأكل بس أغلب الأكل اللي موجود سواء بالجمعيات أو بالأسوق أو هذا أكل سيء أكل سيء من كل النواهي أكل مو بس أن يسبب سمنة ممكن يسبب لك أمراض نحن قد تكلم عن اللحوم المصنعة عن الدهون المهدرجة عن المواد الحافظة اللي موجودة من تشرب كثرة بالأكل يعني أكل اللي يقعد معاك الشهور فما تريد شون حاطي لك داخله اللي يقعد شهور يعني ويحافظ على صراحيته فهذا كله يغير جينات بالجسم ممكن يسبب لك سمنة أمراض معينة فوايد أمور ووايد أمور وموضوع السمنة وموضوع النمط الحياة هم من هي يدخل من جانب توعية الصحية تمام وأحنا الأمان أنا شايف فيه تغير كبير توجه كبير من ووايد ناس وحتى الأهالي المدو لا يفهمون أن هذا الأكل يضر هذا موزين هذا ممكن يسوي سمنة يسوي أمراض فقاموا ينطفون أكلهم من هذه المنتجات إن شاء الله إن شاء الله ننزل من المقدمة في السمنة إن شاء الله هذا أول مرة واحد يدعي ما يبيصدار نبي التراجع عاف أنت وعافيكم أنا بالوعي نبي نبي الموضوع ينتشر يعني من الأشياء اللي لاحظت على نفسي مثلا موضوع أمر شخصي في موضوع الرياضة أن الرياضة أنت مو بس عشان تحافظ على جسمك وشكلك حتى صحتك النفسية المزاج يتعدل بالرياضة كونك أنت قاعد تتحرك تحرك جسمك قاعد تحط في المكان اللي متعود عليه مو متعود أجسامنا مو متعودة على الحكرة والقاعدة بمكان واحد فتأييدا لكلامك أنه ما في عندنا أماكن أن نتحرك فيها وشذي هذا صح والرياضة طبعا مو حكر على ناس معينة يعني في ناس يعني طبعا موضوع التوعية لازم هم أن نفتاح لما أشوف المرضى في العيادة لازم أذكر في جانب الرياضة ففي بعض المرضى يكونون يعني أجسامهم مثالية أو وزنهم مثالي تسوي رياضة ما أحتاج يقول لي لأن وزنه مثالي فما يحتاج أنه يسوي رياضة وهذا خطأ طبعا رياضة هي غير طبعا عشان موضوعنا واحد يحافظ على وزنه الجانب الأهم الصحة الصحة واليوم نقطة الفناس مع وسائل التواصل الاجتماعي يحلم بدنا ينزل وزن بسهولة فمثل ما ذكرت ممكن بعض العلاجات أو مو علاجات الأبر والأمور هذه ممكن تتنزل عضل صح؟ يعني مو باش تنزل دهون أو طبعا إذا نفترض أنه شخص بدأ يستخدمها وما يسوي رياضة ونحن نتكلم عن رياضة مو أي رياضة رياضة مقاومة رياضة تحاول تحرض فيها على العضل وما قع يأخذ كفاية من البروتين عبارة عن عضل 50-50% 50 دهون 50 عضل بالنهاية الجسم لا يتعامل مع العضل كعضل يتعامل معه كبروتين مصدر طاقة دهون بروتين وقت ما أنت دخلت في مرحلة تجوير خلاص سيحرق هذا أو هذا الذي موجود جدا وهذا النتيجة مكتب في وئي الناس لا تتبهين في وئي الناس لا تنزل عضل صح؟ العضل بالنهاية هي مصدر كبير حق الحرق بالجسم وإذا لا أظن إذا نزل العضل ينزل الحرق فبالتالي أنت معرض نفسك أن يزيد وزنك أكثر وأكثر إذا أنت بدأت حركة يعني إيه؟ سيرجع صح؟ يصعد الوزن مرة ثانية ونزوله يصبح أصعب من قبل لا نرى هذه الفترة أنظمة غذائية واسمها يديدة كل فترة نرى اسم يديد ويتسوق لأن هذا النظام الغذائي هو الذي سيكون أحسن هذه الفترة كيتو وغيرة من المسميات فالناس تقول لك ماذا الأنسب لي؟ كيف أعرف أن هذا النظام الغذائي هو الذي سيجعلني أضعف من غير ما أأخذ أبر وغيره؟ تمام يعني الأمانة أنا ليس أخصائي أو طبيب تغذية لكن أتكلم لك بشكل عام أفضل نظام غذائي لنزول الوزن هو النظام المتحكم بالسعرات الحرارية تمام فقط لا غيره يعني يتنزل سعرات حرارية على حسب معدل حرق جسمك ويكون البروتين نوعا ما محافظ عليه ويكون في معدل شوية عالي الأنظمة الثانية لا لها أي إثبات علمي أنهم مناسبين كعلاج للسمنة توقيت لك هناك فرق بين أنني أعطي شيء ينزل الوزن وأعطي شيء يعالج السمنة نزول المواقعات لا يفيدني تسوي الكيتو حتى الكيتو يعني لا يطبق بالطريقة الصحيحة الكيتو حتى في تحاليل ترح نسوي نظام الكيتو تحليل تكرمبول قبل وبعد أشياء سننشوف معدل الحموطة فما يطبق بشكل صيام متقطع وصيام الأكسي وغيرها من الأنظمة الغذائية التي لا نستطيع حتى نعيش عليها فترة طويلة يعني أنت تسويها فترة معينة وتغير تمام فالساعة تسيجون لها بعض أخصائي تغذية لكن لازم يتابع معهم أساس أنه يغير لك من النظام إلى النظام هما ما تعتبر يعني علميا لها فائدة على المدى البعيد من ناحية المحافظة على المجلس والوزن جميل جدا دكتور ودنا نستغل وجودك معنا وكوننا نحن بشهر عشرة شهر التوعية لسرطان الثدي ودنا نسمع منك كلمة توعية للمشاهدين طبعا نحن أنتم عارفين شهر عشرة وشهرة توعية بسرطان الثدي والفحص المبكر نرجع ونقول واحد من أساليب الوقاية القوية خصوصا السرطان الثدي فلما الواحد يكشف أو اكتشف سرطان الثدي في وقت مبكر فنسبة العلاج قد تصل إلى 99% فلازم نحرص يعني أخواتنا الحريم والبنات أن يكون فيه الفحص الدوري للثدي على ساس انتفاد سرطان الثدي إن شاء الله أو يعني لا سمح الله إذا كان فيه نكتشف بوقت مبكر في مؤشرات ممكن أن توعيني أن لا لابد أن أفحص نحن نشمل الكل بالفحص ولكن المؤشرات التي خلاص يعني لا يوجد أن أذهب تعال لازم تاريخ عائلي تاريخ عائلي في سرطان الثدي تاريخ عائلي في سرطان الثدي هذه أهم النقطة تمام ومثل ما ذكرنا الوقاية خير من العلاج أن نذهب وتفحص كيف نعود الناس أنه ممكن يزور الدكتور أو تكون فيه ثقافة أو كأنا ما أحس فيه عراض معينة بس أبي أسوي مثل ما قلنا فحص دوري أو أن عندي ثقافة أنه والله اكتشفت أنه فيه مرض عائلي معين فأروح كالدكتور ونقش كيف ننقل الناس إلى هذه المرحلة من الوعي أنه ليس لازم تكون تعبان لكي تروح كالدكتور طبعا الناس لا تفهم فيه أمور معينة يعني أنا لما أكتشف أسابيلي مثلا مرض السكري لما أكتشف مرض السكري بفحص مبكر أنا قاعد أتفاد وائد مشاكل السكري نوع الثاني ممكن يعيش بجسمك سنين يالله تكتشف أو يالله يسبب لك أعراض تمام فأنا لا أعنطر أمراض معينة لما تسبب لي أعراض على أساس أني أروح أكشف عنها لأنه لما توصل لمرحلة الأعراض ممكن سببت لي مضاعفات أو مشاكل ثاني على الجسم فرح نتفاد بشكل كبير هذا الشي والفحص الدوري أو الفحص الروتيني أو أمر بسيط يعني مو أنه شي صعب حتى لو المريض لا يعرف هل يحتاج يسوي فحص أو لا يحتاج يسوي فحص يروح يناقش طبيب طبيب العائلة يروح يناقش أنا عندي كذا كذا أو سمعت أنه واحد بالعائلة عندنا عنده كذا 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 هل في فحوصات سويها معينة هل لازم أقلق هل لازم أزور طبيب معين فهو راح يبين لأكيد طبيب العائلة شنو المهم شنو غير مهم شنو جدا شاكرين وجودك دكتور معنا استفدنا كثير ونذكركم مرة أخرى أن الوقاية خير من العلاج ودائما نذهب الدوة قبل الفلاء إن شاء الله ودائما تكونون صحة وعافية يا رب إن شاء الله نعم شاكرين وجودكم هذه كانت حلقتنا اليوم ونشوفكم يوميا حزاتنا متاسمي قبل العصر قبل العصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة